اشتركوا في القناة كمعبر عن خالص الامتنان لأخي الرئيس حسن شيخ محمود على حرصيه على المشاركة في قمتنا اليوم إن اجتماعنا اليوم لا يبرهم فقط على متانة وتميز العلاقات بين روالينا السلام الشقيقة وإنما يعكس تنامي أهمية تطوير وتعزيز سلك العلاقات الأزلية سواء في مواجهة تحديات مشتركة في كل من القرن الإفريق والبحر الأحمر أو للاستفادة من القدرات المتوفرة لدى دولنا لتعزيم فرص تحقيق التنمية والازدهار لشعبنا لقد اتماعنا اليوم أفضل فخامة الرئيس والأخ العزيز السياسة الأفرقي للتشاور والاستفادة من تبادل الرؤى إذا سبل التصدي لمخططات وتحركات تستهدف زعزعة الاستقرار وتفكيك دول المنطقة وتقويد الجهود الدعوبة لدولنا وشعبنا التواقع للسلام والاستقرار والرخاط فدولنا الثلاث ومنطقتنا وشواطئنا على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر تغخر بالثروات وبالفرص الواعدة للتنمية والازدهار كما أننا نمتلك الإرادة والقدرة على اغتنام وتعظيم الاستفادة من تلك الفرص من خلال التعاون والتكامل والتنسيق الوثيق بيننا لقد اتفقنا خلال مباحثتنا اليوم على تقديم كافة أشكال الدعم للصومال الشقيق تحقيقاً دوري الفخامة الرئيس والأخ العزيز حسن شيخ محمود من أجل سعادة الأمن والأمان في الصومال بواسطة جيشه الوطني وقد تناولنا مقترحات عملية لتقديم هذا الدعم ثنائياً وبصورة مشتركة فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وبناء السلام في الصومال تطرقنا كذلك في مباحثتنا إلى عدد من الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة ومنها الأوضاع في السودان الشقيق حيث اتفقنا على أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في كافة أنحاءه في أقرب وقت ممكن وضرورة العمل على الحفاظ على مؤسساته الوطنية كما اتفقنا على خطور استمرار الأوضاع التي أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر الأمر الذي انعكس سلباً على معدلات التجارة العالمية مع تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتطوير أسس التنسيق المؤسسي بينها لتأمين حركة الملاحة الدولية فيه وتعزيز التعاون فيما بينها لتعظيم الاستفادة من موارده الطبيعية واتفقنا كذلك على أهمية تطوير وتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولنا الثلاث فضلاً عن تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات ختاماً أود أن أكرر الشوك لفخامة الرئيس السياسة أفرقي على كرم الديافة ولفخامة الرئيس حسن شيخ محمود على المشاركة في قمتنا الثلاثية الأولى اليوم وأتطلع لمواصلة التنصيق بيننا بصفة دورية بما يحفظ مصالحنا وأهدافنا المشتركة كما أجد التأكيدي على أن مصر لن تدخل جهداً ولن تبخل بالمشورة في خدمة أهداف ومصالح وتطلعات دولنا وشعوبنا بمنطقة القرن الإفريقي من أجل مستقبل أكثر أماناً واستقراراً واستدهاراً ونتطلع لورياتكم في وطنكم الثاني مصر في المستقبل القريب شكراً جزيلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة